لكن احنا محتاجين نفوق ونعرف فعلا ان فضل الايام العشرة لها فضل انت في خير انت ما انتش عارفه حسابات ايام العشر الاوائل لان نهارها افضل من نهار رمضان لكن ليالي رمضان افضل من ليالي العشرة حسابات مختلفة كل ما تستطيع فعله في ايام العشرة دول افعله من خير طبعا فوالله والله ما فيه ازاي الايام دي المشكلة لانتقول ويلا عملوا الاعمال الفلانية ويلا مش عارف ايه ويلا نتواصل لأ فوق الاول فوق الاول ونعرف ان احنا فعلا في ايام خير وبرقة وايام كلها الخير فيها مضاعف مش بعشر منيش دعوة انا حاسة انا بعشر امثالها الى اضعاف الى 700 ضعف حسنات تاني تاني حسنات الايام العشر الاوائل مختلفة مضاعفة اكتر واكتر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل احدكم يسيبكم منها نفحة يا رب جعلنا منهم لا يشقى بعدها ابدا قولوا امين كل اللي بيسمع قول امين عشر زل حجة مواسم خير والمواسم هي ايه والله يا رأس المال لا تقول لي بقى انا عندي ارض ولا تقول لي انا عندي بالراحة يا جماعة عشان يعني ايه يعني راحة معايا خلينا كده نبتدي على خير الاعمال والصالحة والايام مواسم الخير دي هي رسمالنا في الدنيا مواسم الطاعة هي النجاة فرصة بجد وفرصة حقيقية انك تتصلح مع ربنا انك تفتح باب خير مع ربنا فرصة عشان نرجع لربنا تاني فرصة انك تقدم طعات وحسنات فرصة ان الله يتقبلك فرصة ان احنا نتوب فرصة ان احنا نقبل عطاءات ربنا لنا في الفترة دي فاحنا عايزين نهيئ نفسنا هو قصة ربنا بيهيئنا ويعطينا النفحات والحسنات والتعاط اهيت موجودة والاجر مضاعف لو عملنا دخلنا جنة بس خلاص لو عملنا كده ربنا رضى عننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا على له ان يسيبكم منها نفحة فلا تشقوا بعدها ابدا لا تشقونا بعدها احنا في الاشهر حرم التعاط والحسنات مضاعف اقول تاني طب نكرر تاني اه خلوا بالكم زي ما الحسنات مضاعفة السيئات برضو فيها مضاعفة